الاهلي اخيرا بعد طول انتظار قرر ياخد الخطوة المنتظرة انا رايح افريقيا بجيب لعيبة سهويرة وبجيبها عندي الجامة دي تصعد في دي الفريق الاول اللي نص ونص ممكن استثمره وبيعه واجسب منه فلوس والدائرة تلف لكن في قصة الاهلي مع لعيبي غانا في تفصيلتين احلى من بعض شوف بقى الحكاية الحلوة نادي زرينا السلوفاني اللي هو جي منه لعيبي الاولاني ده دامش النادي في سلوفانيا دي اكاديمية النادي ده اللي هو مجوري الهوائي منعرفوش يعني فتحها في غانا علشان الحاجة اللي شبه دي يعني نادي في سلوفينيا او في سلوفاكيا عمل اكاديمية في غانا علشان يستثمر ده بيقول ايه بيقول انه الاهلي لما اختار اختار صح وده اللي يتقال عليه فعلا فعلا صفقة القرن انه زي ادرت عادي جدا الناس تلف حوالين غانا وحوالين مالي وحوالين نجاريا لكن انت رايح لمكان اثبتة بما لا يدع مجانا للشك ان المكان ده بيطلع العيبة صح تحت عشرين تحت سبعتاشر بيطلع العيبة صح بس جملتين ابرك من عشر هنا جماعة جنراسيون فوت عملتها اما مع ميدز في فرنسا السؤال اللي احنا مسألناهوش شبعنا ميدز بيكسب ايه جنراسيون فوت من ميدز ده سؤال مهم الاكاديميز اللي زي دي او النادي اللي في غانا اللي جاي منه اللعيب التاني اللي عند الاهلي دي عندها فقيرة يعني هو عنده العيبة وعنده مطورين وعنده سكاوتينج لكن ما عندهش ادوات مقرب عنده نقص في الاجهزة عنده نقص في المعدات البدنية عنده نقص في حاجات الميزة انه الاهلي يستغل قدرته بقى البنية التحتية القدرات المالية على انك تعمل تؤامة مع الاندية دي او الاكاديميات دي بحيث تبقى انت بتديهم فايدة مضعفة غير الفلوس ما انت لما تديهم حاجة بالقيمة دي انت بقى معتقد على اسمك وتاريخك وكل الكلام ده كويس دي الانشا لكن اللي غير الانشا انك لما تديهم معدات بدنية او تساعد الاكاديمي دي على التطور في البنية التحتية انت كده برينس انت ميدز بتاعة جنراسيون فوت بالنسبة للاندية الغنية فكابتن بيبو واللجنة اكيد ده في بالهم طبعا لكن بنؤكد علشان الحاجات اللي زي دي شفناها في افريقيا كتير فدي نقطة مهمة جدا جدا في هذا السياق شرح موضوعي لرؤية ثقيبة رؤية واقعية علمية لإدارة النادي الاهلي وبتثبت ان ما تخافش على الاهلي لانه دايما بيسبق وبيجي مش بيسبق انه فكروا بس بيحمل اجراءات وتملت تجربة في بدايةها السيزة بريم ما بنتدعيش انها تبقى نموذجية لا حتك تامل وانت ماشي طبعا وحتجد الصيغة اللي تخليك حتت قدم في معظم افريقيا بإذن الله ربنا يقدر الجميع عن يعملهم من اجل النادي الاهلي ونسبة ومصر تستفيد من هذا التفكير يعني النهاردة الاهلي كان سابقا في تجربة الاستثمار الرياضي والتصويق وينشأ الشركات طريقة التفكير في إدارة الملفات في إدارة الملفات ودعب كبير جدا ولذلك مرة لما سؤلت لا هو أصعب مجلس وجهته تحديات هو المجلس بتاع الحالي الحالي بتاع كامت الخطيب لانه مش بس فوصة أحداث صعبة ومنوقات لكن فوصة تحديات بعضها إنشائي بعضها فني بعضها مادي بعضها تسويقي وبعضها إنك الخطر اللي بتاخد اللي ده مايساحش ترجع فنيا فيها فتفضل تحقق بطولات تلزمك بمزيد من البطولات كل ده ده النادي الاهلي ده النادي الاهلي نطلع لفاصل ونشوف بعد الفاصل وهل القضية مدرب للمنتخب يعني